اشتركوا في القناة يا رب العالمين اشتركوا في القناة السيدة امو البنين صلى الله عليه وسلامه عليها باختصار شديد كيف وصلت السيدة امو البنين صلى الله عليه الى مقام شبخ يعني على السنة العامة شبخ نقول الرديف المعصوم يتوسل بها القريب والبعيد واصبحت باب من ابواب الله فكيف وصلت الى هذا المقام بسم الله الرحمن الرحيم والله وصل على محمد والمحمد وصل على صاحب الدعوة النبوية والصول الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلوم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعفة الزينبية والعبادة السجادية والمآثر الباقلية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية امام زماننا ولي نعمتنا وحبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب العصري والزمان تبيان البيان مظهر الإيمان عدل القرآن امام الإنس والجان مهدي آل محمد صلى الله عليه وعلى آبائه على أطيبين الأطهرين في كل آن وحين عجل الله تعالى فرجه الشريف مولاتنا الطاهرة السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين سلام الله تعالى عليها التي انبرت وتميزت عن سائر زوجات أمير المؤمنين صلى الله عليه وعليهم الثمانية اللواتي تزوجهن بعد السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها ومع أنها يعني لم تكن من عشيرة أمير المؤمنين وهناك من هي أقرب لحمة بسيد الأوصياء وأمينين وهي أمامة بتهالأخ خديجة بوصية السيدة الزهراء سلام الله عليها لكن مع ذلك برجت أم العباس فاطمة الكلابية سلام الله تعالى عليها والعلماء ذكروا لهذا البروز وهذا التشخص عدة أسباب منها عامة ومنها خاصة أما العامة فهي لما أتت إلى دار أمير المؤمنين ما جاءت بنية الزوجة إنما جاءت بنية خادمة وهي رائدة من رواد خدام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه ونية المرء خير من عمله وحتى قال الأمر إلى أنه في ليلة زواجها يجلس أميونية يستيقظ يراها غائبة يجدها جالسة عند باب الأمام الحسن والأمام الحسين سلام الله فيسألها يا فاطمة لماذا تركت غرفة عرسكي قالت أني خادمة فلعلى سيديني يحتاجان إلى شيء ولا في الواقع يستصعب المولى أن يسأل خادمه شيئا إذن هذه دلالة كانت تستشعر حقيقة أنها خادمة لمقام العصمة ولأهل البيت عليه وسلامه صلى الله عليه وسلم بشكل وليست مجاملة كما يصطلع عليه بين العوال لا 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 واقعا هي خادمة ومخلصة لأهل البيت صلى الله عليه وسلم وهذا أحد أسرار بروز أحد أسرار يعني شخص وبروز السيدة أم البنين على أقرانها من زوجات أميرين وبالنتيجة صلى الله عليه وسلم على سائر نساء الشيعة من زمانها إلى يوم القيامة المسألة الثانية وهي الأهم انقطاعها لإمام زمانها كانت لا تقدم شيئا على الحسين عليه السلام وهي الوحيدة التي أقامت العزاء والبكاء والنياح على الإمام الحسين وهو لم يزل حيا بعده يعني من البنين من يوم ما ذهب عنها نعم سيد الشهداء إلى مكة المكرمة بدأت نعم بالدمعة وبدأت باللوعة بالعزاء وبدأت نعم بالعزاء مستشعرة غيبة إمام زمانها وهذا أكبر درس إنه يعني يعني البعض عنده غيبة إمام يعني بالنتيجة طبيعي طبيعي جدا ولا يتأثر أما لا أم العباس عليه السلام بتعبير أداء قامت قيامتها عندما ذهب الإمام الحسين سلام الله عنها وعرفت أنها بفقدانها ولو بالرؤية فقط أما في القلب فالشهداء موجود وفي الروح موجود وفي العقل موجود وفي النفس موجود مجرد ما في الواقع تتبارك بالنظر إلى سيد الشهداء كل يوم وهي هذه مصيبة من مصائب أم العباس أم البنين سلام الله تعالى عليها فكانت منقطعة روحا وعقلا ونفسا والذي ينقطع بهذه الحالة في الواقع يصل إلى مقام لا يصل إليه كثير من الناس يعني واحدة من أسباب شيء يذكر الشاعة عبد العظيم الحسني سلام الله عليه الإمام الهادي سلام الله عليه قال أن زيارته تعادل زيارة سيد الشهداء العلماء نفس ما قالوا في أم البنين سلام الله عليه قالوا في الشاعة عبد العظيم الحسني أنه كان منقطعا لأهل نعم لأهل البيت والإمام زمانه وهكذا أم البنين سلام الله تعالى وهذا الأمر برمته أحبائي المشاهدين هو ينطبق على أهل الغيبة أهل الغيبة لما الإمام الحجة صلى الله عليه يقول أن أبي قد عهد إليه إمامنا العسكري سلام الله عليه الذي يبرد قلب صاحب الزمان من شدائد الغيبة ومحان الغيبة والعيش بعيدا عن شيعته وما إلى ذلك قال إن قلوب أهل الإخلاص نزعون إليك يعني كأنها منتزعة ومقتلعة من صدورهم حبا لك يا صاحب الزمان عليه السلام وهي مشتاقة إليك كطير إلى أوكارها الطير بالليل مجرد وصية الإمام العسكري لإمام الحجة التي قالها صلى الله عليه وسلم على عجل الله فرجا إلى علي بن مهزيار لما التقى به في القصة المعروفة فخدمتها نيتها أنها خادمة وأيضا إخلاصها لإمام زمانها صلى الله عليه وسلم يعني انقطاعها إلى أهل البيت عليه وسلم ما قدمت شيئا على الحسين حتى أولادها والدليل أنها لما صنعت قبورها الرمزية كانت تعرض عن أولادها يعني القبور الرمزية وتنكفئ باكية النائحة على قبر الحسين الرمزي ولما كان نعم تسأل عن سبب ذلك قالت إن لهم أما ستبكيهم يوما ما وأما الحسين عليه السلام الزهراء صلى الله عليه وسلم غير موجودة فهي نابت منابت الزهراء في الدمع على الحسين وهذه أيضا من بركات ومن خواص أم البنين ولذلك نجد نصوصا أستاذنا الفاضل أحباء المشاهدين وقت ماكو لكن كرامة عباس حنون خير شاهد على ذلك اللي يقل للإمام الحسين السلام بعد أن أصيبه بمرض ليس له دواء لأن بدنه تشعب بماء الكبريت وقد مات غيره الكثير الكثير بما ابتل بهذا المرض فبعد أن جاءه الإمام الحسين لأنه وهذه هدية المشاهدين اللي يجون لمولانا قمر العشيرة بالفضل العباس العدم حوائج خصوصا في المرضى خليعرفون واني يوقفون عباس حنون فقد القدرة على الحركة مشلولا لا يستطيع أن يحرك حتى لسانه إلا يده اليمنى كان يكتب ما يريد ما يحتاجه فقال ضعوني عند بابي أم البنين اللي في حرم مولانا العباس عليه السلام ويجي إمامنا الحسين قضي يا حبائي ليست روية القضية بل يقضي ويجي مولانا العباس سلام الله عليه ما سيشهدها وسيشهدها يضع يده الشريفة على ثلاث مواضع من ظهري فيعافيه ثم قال له يا عباس أخبر شيعتنا إن كان لهم حاجة فليتوسلوا إلينا بأمي أم البنين بأمي نصر عبارة أم البنين صلوات الله على فهي باب الحوائج إلينا وإلى الله تبارك وتعالى أيضا حديث لابد أن أذكره لنا في مرنامج الكنزر المنتظر صلوات الله قال إمام زماننا اطلبوا فيعطيكم الله ما تطلبون بإذنه بعد وبجاه أم البنين سلام الله تعالى عليها هكذا ورد عن صاحب الزمان عليه السلام طبعا سمعت الشيخ يعني هذا القبل قليل الرواية اللي ذكرتها عن عباس حنون أو غيره نسأل الله سبحانه وتعالى أنه بحرمة أبو الفضل العباس صلوات الله وجه السيد أم البنين الشفاء لجميع المرضى إلهي يعني دعنا نشوف إحنا شونا معاناة إلهي يعافي ويشافي جميع المرضى وجميع أهل الأسقام أينما كان وهذه طريقة نقلتها وكانت أيضا فقيهة معلومة سيد أم البنين يعني هذه قصة باب أم البنين اللي في حرم العباس سلام الله عليها أكثر من الناس والمشاهدين لا يعلمونها لأنها لما جاء بها زين عابدين عليه السلام قيل في سنة ثلاثة وستين وقيل في نصف سنة اثنين وستين قالت أريد أن أبني بيت الأحزان على الحسين هنا عند العباس يعني الحجرة تبكي وتنوح على الحسين فلما سئلت أنه أنت تتركين قبور رمزية لأولادك وتنكفئين على قبر الحسين الرمزي سلام الله وها أنت عند أبي عبد الله لماذا لا تبنين بيتا عند الحسين عليه السلام لماذا تبنين حجرة بيت الأحزان عند أبي الفضل قالت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالت إذا بنيت البيت والحجرة عنده سيد الشهداء سوف لا أمشي كثيرا إلى زيارته أنا أريد أن أمشي إلى زيارة الحسين الله وهاي يعني الدلال على الطلاح الكامل على ثواب المشي إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله إذن هي كانت يستشف من خلال ما تفضلتم أنها كانت عارفة بمقام العصمة بدليل أنها آثرت أن تسمي بإسمها وكذلك جاءت بعنوان خادمة كذلك هذا خلاف الشائع لدى النساء العالمين لها فن خاص في التعامل مع المعصوم هي الوحيدة التي تنازلت عن اسمها لأجل إمام أو معصوم لأجل الزهراء والحسين ما عندنا أحد تنازل عن اسم إلا أم البني سلام الله إيثار في المشاعر وحتى كانت تبكي الحسين بدل من أولادها أحسن بل حتى عندما عاد ابن حظلم نعم الشاعر القصة المعروفة ما سألتوا عن أولادها إذن هذه بعض أسرار خلودها وبروزها وخلونها سلام الله وقال الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم كثيرا شيخنا الفاضل حول الكنز المنتظر صلى الله عليه نحن كمكلفين طبعا في حلقات سابقة نوهتم وعرجتم ولو بشكل إجمالي حول يعني تكليف المكلفين حول معرفة المهدوية المقدسة صلى الله عليه وسلم حب ذلك تعرج أكثر حول هذا المقام وعدنا المشاهدين كرام الله يحفظهم ويجعلهم جميعا وإيانا ونحن أيضا من المنتظرين المخلصين والعارفين بمقام صاحب الزمان وأبائه الطيبين الطاهرين اليوم من الآن فصاعدا نحاول نجيب مثلا في كل حلقة مقاما واحدا ولكن نفسط القول فيه شيئا فشيئا ليتضح مثلا مقام صاحب الزمان أنه هو صاحب الزمان نعم ونحن ذكرنا في حلقة أنه صاحب والمالك وما إلى ذلك لا لأنه أكثر تخصصا للفائدة نعم حتى وحدنا نقول يا صاحب الزمان كون يعرف يعني يفهم لأقل طبعا نتكلم بقدرنا وبشكل ما يتوفق مع الوقت المطروح في البرنامج هذا نعم طبعا العلماء لما جاءوا إلى هذا اللقب والمقام المقدس للإمام المهدي عسام صلوات تعرضوا إليه بشكل يعني رائع جدا طيب ومن ما أشاروا إليه أنه نحن نقول بأنه الزمان هو عبارة عن دوران الأفلاك نعم الشيء المعهود هذا قالوا الزمان له ثلاثة مراتب نعم هناك الزمان الكثيف وهناك الزمان اللطيف وهناك الزمان الألطف نعم هو عبار راعة الزمان الكثيف هو زمان الماديات الكثيفة نعم يقصدون بالكثيف طبعا الماد الكثيف الذي لا يخترقه النور مثل الجدار مثل الجدار نعم الماد اللطيف مثل الجن والملائكة الماد اللطيف مثل عالم الجن وعالم الملائكة طيب الماد الألطف الأعلى من الملائكة وهو الملائكة المقربون أعلى رتبة أعلى رتبة هؤلاء كلهم نعم يتحركون نعم والزمان هو المدة التحرك الزمان هي والمدة التي يقضيها الجسم في حركة من مكان إلى مكان فلما نقول صاحب الزمان صلوات الله عليه هو صاحب ومالك للزمان الذي يحل فيه الماد الكثيف من البشر والجمادات والنباتات والكواكب والمجرات وما إلى ذلك والماد اللطيف وهم الملائكة والجين ويخلقوا مما لا تعلمون والماد الألطاف وهي حركة الأرواح القدسية هي من مقربات جدا لله تبارك وتعالى كل هذا يعبر عنه بالزمان هو صاحب الزمان شوف سيمنت وسيطرت وملكية الإمام الحجة صلوات الله عليه أنه هو الذي يتصرف في هذه الجسمانيات والمجردات عن المادة وما إلى ذلك فلما نقول يا صاحب الزمان مو يا صاحب زماننا ولا يا صاحبنا المهم على كل خلق الله من العوالم العلوية والعوالم طبعا السفلية طبعا أشاروا أيضا أنه هذا اللقب الشريف له استلزام وهو استلزام الولاية يعني شلون؟ يعني هذا نحن نقول يا صاحب الزمان مثل القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام واسأل العير يعني واسأل أهل العير واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية فهو صاحب الزمان يعني صاحب أهل كل زمان صاحب أهل كل زمان وهذا هؤلاء باعتبار يتأثرون بالزمان لأن أعمارهم معيارها الزمان وكما يقولون العرب الجديدان يهلكان كل جديد الليل والنهار فهذه إشارة إلى الولاية التكوينية ومن هنا باعتبار أنه صاحب للزمان سواء اللطيف الكثيف أو اللطيف أو الألطف المالك المملوك لا يؤثر في المالك فيظهر في عمر الشباب لأنه هو المالك للزمان صلى الله عليه وسلم المالك لا مملوك فلا يؤثر به المملوك لا يؤثر المعلوم لا يؤثر في العلاء لعله صحي صمات الشيخ خلنا نعتبر مثل ما نقول يعني هو الشاذ عن القاعدة أن الزمان الليل والنهار يؤثران فيما يكون فيهما صح إلا صاحب الزمان باعتباره مهيمن عليهما طبعا وهذا المقام وهي قضية عجازية وهذا مقام عام للإمام الحجة كل المعصومين عدم هذا المقام لكن نحن نتكلم في أيامنا ولكن كلهم أصحاب الزمان صلى الله عليه وسلم لكن أهل البيت عليهم السلامة البقية قد شاخوا وكبروا لا لا هذه جهن الجهات لكن هل هم مهيمنون على الزمان الكثيف واللطيف والألطاف من هذه الهيمة هذه جهة من الجهات ولذلك لأنه هم سلام الله عنه يعني نشوف مثلا خلنا نفتح الكلمة هناك قضية في الولاية على الزمان أنه في قضية سليمان سلام الله تعالى عنه في قضية نبي الله سليمان على ابن الله عليه السلام وقضية أنه من يأتيني بعرشها في قضية بلقيس قال نفر من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك لأن كان سليمان يقعد للناس يوما كاملا فأنت قبل ما ينتهي مجلسك أقول لي أنا جيبه لكن وقال الذي عنده علم من الكتاب لو أصف بن برخيا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هاي سموها الهيمنة على الزمان طي الزمان أكو طي المكان اللي هي معروفة وهاي سموها طي الزمان عامل يقول لي يا صاحب الزمان بيده ولا يطيل الزمان الزمان إمام الباقر ماذا يقول صلوات الله عليه قال إن اسم الله تبارك وتعالى الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا نعم وإنما كان عنده آسف بن برخيا منها حرف واحد اللي جاب بي عارش شنوه بلقيس فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت هاي هاي المسألة كلها أسرع من طرفة عين هاي هاي خسف الأرض نعم اتيان العرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين هاي كل هين مع عودة الأرض كما كانت هاي كلها أسرع من رمش البصر من طرفة عين قال ونحن عندنا منها الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا اذا آسف عدة حرف واحد فعل هكذا بعرش بلقيس نعم نحن أهل البيت عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا اللي هاي الاثنان وسبعون حرفا أكثرها سيظهر عند ظهور الحجة صلى الله عليه فلذلك الناس ستشهد أمورا تطورا من العلم ومن غيره ما لا تشهده البشرية لا نعم في زمان غيبة صلى الله عليه ولا قبل نعم غيبته واللطيف أنه أضيف إضافة أنه باعتبار هو صلى الله عليه يطوي الزمان من هنا علل العلماء أن الإمام الحجر ويعني السيدة حليمة المسمات بحكيمة عمت الإمام العسكري بنت الإمام الجواد أخت الإمام الهادي صلى الله عليه ماذا تقول السيدة أحباء المشاهدين قالت سلام الله تعالى عليها دخلت دار أبي محمد العسكري صلى الله عليه بعد أربعين يوما من مولادة سيد المهدي صلى الله عليه يعني شك يد عمر الإمام أربعين يوم فرأيته يركض في الدار خلاف المعهوم هو هذا طي الزمان هذا عند الإمام الحجة ولذلك حتى عندنا يا عم أننا نكبر في اليوم ما يكبر غيرنا في الأسبوع ونكبر في الأسبوع ما يكبر غيرنا في الشهر ونكبر في الشهر ما يكبر غيرنا في السنة هو هذا طي الزمان قالت فرأيته يركض نعم أو يمشي في صحن الدار نفس القضية طي الزمان صرخة الإمام صلى الله عليه تذكرون ذي الحلقة أنه الإمام سيصيح ويصرخ في أنصاره نعم وكلهم يسمعهم في وغاته بعدين خب ذوله في مناطق متعددة شو تقول الرواية فيأتونه في أسرع من طرفة عين بنفس الطريقة التي يأتون بها نفسه هو مهيمن يعني يعطي من يشاء ويحرم من يشاء هذا ليست قضية يعني يعني خيالية كم نفس طريقة آصف ومثورة قرآنية ولكن بالشكل أكثر كمية وأزية كيفية ومن هنا علل البعض من العلماء حبائي لأن الإمام هو أسماء الله الحسنى ولذلك هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها يقول الإمام الباقر صلى الله عليه أما والله إننا لنحن لا من التوكيد لنحن الأسماء الحسنى التي أمر الله تعالى الخلق أن يدعوه بها ومن أسماء الله القابض الباسط القابض الباسط الباسط شون يعني؟ يعني مثلاً الزمان يبسطه لمن يريد يقبضه فيك ومن هنا قضية إسراء المعراج أنتوا تدرون أحباء المشاهدين نعم نحن لو نقرأ الآن روايات الإسراء والمعراج على الأقل على الأقل لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله على الأقل يحتاج النفس سنتين سنتين زمان على الأقل يلا نوصل إلى ما وصل إليه النبي من بعض سفره لكن أمير بماذا يعبر عن الإسراء والمعراج قال إن رسول الله عرج به وعاد وفراشه لما يبرد والكوز لما ينتهي ماءه رسول الله من قام من الفراش بالليل ما يحتاج للإنسان حتى يبرد فراشه لما يتركه يعني أستاذنا نعم فترة قصيرة نعم ولما طلع من الباب صلى الله عليه وآله ردائه الشريف تعلق بجرة من الماء يحطوها بلو حيث تبرد بالليل يعني نعم فانكفأت الجرة ما يراد وقت إلى أن ينسكب ماء الجرة فترة قليلة أم يمنقوا الراح وشاف السماوات وأهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون وصلى بالملائكة في البيت المعمور ورجعوا وماء الجرة لم ينتهي بعد وفراشه لما يبرد بعد حار شنو من هيمنها ولذلك عندما عاد صلى الله عليه وآله أنكر البعض حتى لأن أصلاعرف وكذا وطاهم بعض أحسنت أحسنتم كثيرا حتى لسال المعراج يدخل في قضية يا صاحبا الزمان صلى الله عليه وسلم ضمن هذا المحور اللي ناقشته ضمن هذا لأنه صلى الله عليه هو مظهر اسم القابض والباسط وهي من أسماء الله تبارك وتعالى طبعا هو نتيجة الوقت نحن نناقش باختصار وإلا كلام سماع الشيخ إن شاء الله في حلقات أخرى سنفتح الكلام أكثر إن شاء الله نعدي صلى الله المشاهدين بذلك إن شاء الله طيب سماع الشيخ من جانب تربوي يعني كيف يمكن للمرأة المؤمنة والموالية في هذا الوقت طبعا نقدر نقول الشيعية طبعا المعتقدة بإمام زماني طيب بلا شك كيف يمكن للمرأة المؤمنة أن تربي أولادها بحيث يكون يعني ضمن هذه الضوضة وضمن هذه الشبهات وما ترى من هذا العصف الخارجي والداخلي للأسف يعني كيف يمكن أن تربي من أولادها كأنصارا للإمام صلى الله عليه وسلم الحجة صلى الله عليه وسلم الجنبة الأولى الجنبة المعرفية للإمام وهذه الجنبة المعرفية اللي تولد الجنبة العملية يعني لا تأخذها في إمام زمانها لو ما تلائم يعني شوفوا أحباء المشاهدين هاي رواية هاي رائعة راح أقالها على السريع اللي نحن نعاني أكيد وإحدة من النساء كمقدمة وإحدة من النساء في أيام غصب خلافة أمير المونين صلى الله عليه في العهد الأول في العهد الأول هذه اسمها أم فروة أم فروة هذه المرأة المرأة اللي من شيعة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم تعالى عليه أم فروة هذه المرأة الجليلة كانت تنكر وتحث على خلع بيعة أبي بكر وتحث على البيعة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هو هذا لعد شلون تريد المهدوية تكون يعني وقلنا لا تأخذها في ولاية إمامي زمانها لومته لأم وهذا الكلام مو بس للنساء هذا حتى يطبق على الرجال لجسة والأحد أم فروة الكلام خاص بالنساء هذا أكبر درس يشمل من جميع المكلفين بل كل المكلفين من الجن والإنس اللي يريد يوصل لأهل البيت ويقلط بخلودي أهل البيت صلى الله عليه أجمعين على أن يتوجع إلى هذه الروايات الواردة عن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين طيب أم فروة بلغ خبرها إلى أبي بكر فاستدعاها قال لها أنه أنت تحرضين الناس علي وتدعين الناس إلى خلافة علي بن أبي طالب أمير منين ما يقول أمير منين أنا أقول صلى الله عليه وسلم متعالى عليه روى عن سلمان مختصرا أذكره قالت ما أنت بإمام أنت أمير قومك اختارك قومك فإن شاءوا ولوك ومتى ما كرهوك عزلوك طيب شوفوا المنطق قال بل أنا خليفة الله قالت أن خليفة الله يكون بأمر الله ورسوله ويعلم ما في المجرق والمغرب وما بين السماء والأرض من خير أو شر بعد وأن خليفة الله إذا وقف في ضوء الشمس أو القمر أو نور الشمس ليس له في ذكرناها من شؤون المعصوم أنه بدن أحسن لأنه نور الله نعم فلا أرى الأمور تنطبق عليك ولو كنت خليفة لله لذكرك الله في القرآن كما ذكر غيرك قال وكيف ذكر غيري طبعا الآيات النازلة في أميرونين أكثر من خمس مئة آية هو وأولاده الطاهرون فيحتجت بهذه الآية اللي مسلم عند الكل بحيث لم يعترض على أنفره أحد يقول أن الأئمة هم علي وولده قالت هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون اللي بيّن رسول الله أنه نازل في أميرونين وفي الأئمة الطاهرين سلام الله قال ويلك إن كنت إماما حقا قال ويلك أنت تقولوني هذا قالت ما تريد ففعل فبالنتيجة مختصة مفيد قال اقتلوها فقد ارتدت لا حوله ولا قوة إلا الله فقتلت أم فروة أمي مني السلام علي كان في وادي القرى اليمنطق بين المدينة والشام نعم فلما رجع أخبروا بأن أم فروة قد قتلت فجاء إلى قبرها ورأى طيورا بمناقير حمراء تحمل حبا من الرمان من أجمل ما يكون وهي تدخل في فرجة قبرها كأنها تطعمها من الجنة ثم وقف أمي مني صلى الله عليه وسلم على قبرها ورفع يده وقال اللهم يا منشئ العظام الرميم ويا محي النفوس أحي لنا أم فروة فخرجت وهي في سندس أخضر يعني كان قبرها روضة من رياض الجنة فقال أمي مني ارجع إلى أهلك وعاشت إلى ما يعني تدري أيام خلافة أبي بكر يعني هي هو أبي بكر سنتين سنتين سبع تشهر وعاشت إلى ما بعد أمير المؤمنين بستة أشهر يعني يعني أريد أدقق تقريبا من سنة 12 هجرية إلى سنة 41 هجرية كم سنة عاشتهم فروة وأنجبت ولدين خلال هذه والولدان هي هاي الهدية كلاهما قتلها مع سي الشهداء يوم عشرة ما شاء الله شوف عقيدة هذه المرأة ولذلك أكو قصة مادام إحنا في هذا الباب إن شاء الله طبعا سمعت شيخ إذا تسمحنا بس ناقش أكثر في هذا المحور بعد أن نذهب إلى أفاصل قصير سادتي المشاهدين نذهب إلى أفاصل قصير ولنا عودة بعد ذلك إن شاء الله تفضلوا بالبقاء معنا شكرا للمشاهدين أفاصل قصيرا للمشاهدين أفاصل قصيرا للمشاهدين إن شاء الله عز وجل الله شكرا للمشاهدين عز وجل الله رجل شريف سمعت شيخ يا رائد الحب إذا تكمل هذه القصة الشيقة نعم معاشتهم فروة بعد السيد الشهداء وهكذا يعني عدنا إمثال هذه الأمور لماذا نقول المهدوية لازم تكون مطلعة وهكذا المهدوي تصور هذه القصة الثانية على السريع حربت حليمة السعدية مرضى رسول الله صلى الله عليه هذه الجيئة بها إلي الحجاز ليقتلها شو حبا المشاهدين ورواي عن أنس بن مالك أصلا يعني الرجل ليس بشيعي ولا موالي له البيت قال لها بلغني أنك بلغني أنك تفضلين عليا على أبي بكر وعمر وعثمان نعم هو اللي يتحج يعني اللي يقتلها هو جاء بها لي يقتلها قالت كذبة من قال لك أني أفضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان فقط قالوا على من يا حر قالت على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى داود وسليمان قال ويحكي يا حر هؤلاء أنبياء ومن العزق قالت أنا وأنت والقرآن نحتك من القرآن نحتك من القرآن قال أنا وأنت وكان حافظا للقرآن وكان كما يقال لكن كم قارئون للقرآن والقرآن يلعنون فقال لها أنا وأنت والقرآن نعم قالت أما آدم آدم الله أباح له الجنة كلها إلا شجرة شجرة واحد الله أباح له الجنة كلها ومنعه عن شجرة لا تقرب تلك الشجرة فارتكب نعم وأن علينا من يقول أباح لي الله الدنيا فلم أخذ منها شعره الله الله قضية معكوسة لا سبيل للإنكار رحزا قال أحسنت يا حر شي قل للعدي ما يقدر الشي تكل قال وبما تفضلها قالت على نوح ولوت قالت أن الله قال في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوت لوت كانت تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهم وأن علينا زوجته سيدة مساء العالمين وين هاي وين هاي قال أحسنتي أحسنتي قالت قال بماذا تفضلينه على إبراهيم سلام الله تعالى علي قالت أن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه وأن علينا قال لو كشف عني الغطاء ما ازدت يقينا صلى الله عليه وهذا الحديث كلهم يعرفوا قال أحسنتي شوفوا يا حبائي شوفوا ذن الشعيات شو المطلعات المرة اللي تصير تصير مهدوية كنت تطلع على العالم بزوانه لا تلتبس على هلا وابس فالمهدوية لازم تكون مطلعة يعني شون راح تربي جيل شون راح يعني فاقد الشيء لا يعطيه أحسن فلابد يتكون مطلعة على هذه الأمور هسن الروايق دون الأخواني شوفوا بالقوق والتمنيات لا تكفي أحسن فلذلك لما نأتي إلى هذا السؤال يعني لأجوبة اللي ذكرت يعني عدنا الآن 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 أحباء المشاهدين خصوصا خواتي خليسوا معني زرارة بن أعين حمرانة بن أعين عبدالأعلى بن أعين بكير بن أعين ثمانية أخوان هم بنوا أعين بالدقة هؤلاء من أفضل أصحاب الإمام الصادق صلى الله عليه هؤلاء ما كانوا الشيعة اللي شيعتهم أختهم أم الأسود شوفوا المرة يعني الآن ما كو كتاب مصدر شيعي يخلو من هؤلاء الرواة وهي راوية عن الإمام الصادق صلى الله عليه هؤلاء بنوا أعين شيعتهم أختهم من أن الشيعة تشيعت عن طريق أبي خالد الكابلي تلميذ الإمام زي النعاب الدين سلام الله عليه فلما تشيعت شيعت إخوتها الثمانية فصاروا الآن أوتاد ومن خواص الأئمة وكلنا ليلة نهارا نعيش على بركات نعم رواية أهل البيت التي رووها هم هاي المرأة القرآن لما يأتي إلى قضية المرأة تناولها من عدة المرأة سواء كانت أما كمريم سواء كانت أختا كلثم أخت موسى وما إلى ذلك فالعلماء ذكروا قالوا أولا أن تكون عارفة بإمام زيبانيا قولا و فعلا عملا طيب الشيء الثاني أن تزق هذه المعرفة لأولادها يعني هي نعم تزقهم المعرفة فشيئا فشيئا طيب الأمر الثالث أنه لا تنسى إمام زمانها في كل يسيرة وعسيرة يعني شون المانع أخواتي اليوم أطبخ أقولهم هذا الطعام باسم السيدة نرجيس سلام الله اليوم يا أولادي راح نتغدى غدى باسم السيدة نرجيس تربية صحيحة أحسنت أحسنت مهذا الطعام راح تبنى عليه نعم كل وجودات الإنسان البدنية ببركة باب الحوائج السيدة نرجيس التي هي أم ووالدة من صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم أنه على الطعام أقولهم هذا الطعام مولي سواد عيوننا نحن نحصي الله نحن لا نستحق نفس ونفسا واحدا من هذا الهواء إنما ببركة من بيمنه رزق الوراء وبه قامة الأرض والسماء الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم تعالى أهله المهدوية تشارك في إحياء الشعار المهدوية هس شعار المفردة والإمام الحجة أوصى سواء الشعار القرآنية وهي أقولها هدية يعني إمام الحجة أوصى وذاكريها قبل لكن جاء وقتها أوصى شعاته أن يقرؤون بعد كل صلاة المفروضة خمسة سور بعد صلاة السبح سورة ياسين بعد صلاة الظهر سورة النبأ بعد صلاة العصر سورة نوح عليه السلام بعد صلاة المغرب سورة الواقعة بعد صلاة العشاء سورة الملك واللطيف أن أول السور ياسين ومن هو ياسين صلى الله عليه وآله رسول الله وآخر آية في آخر سورة بعد صلاة العشاء وهي الملك الآية هكذا قل أرأيتم أن أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بمام معي والرواية الصريحة أن هذه الآية نزلت في الإمام الحجة فأولها رسول الله وآخرها صاحب الزمان صلى الله عليه وآخرها أو دعاء النبأ يوم الجمعة على الجهد الفردي أو زيارة آل ياسين ودائما نعيدها المهدوية والإنسان المهدوي ما يترك هاتين الزيارتين لا زيارة عاشراء ولا زيارة آل ياسين عاشراء هو الإمام الحجة صلوتي يقول عاشراء 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 وزيارة آل ياسين اللي هي بطاقة انتمائي وأثبت لنفسي بأني مهدوي أن أزور نعم إمامي وأذكر إمامي وبالنتيجة أنا إذا أسلم على إمامي سلامي تحية أما السلام إمامي علي وهو نعم أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد نعم سلامي سلامه علي أمان الدنيا والآخرة سلامه علي التوفيق فالإنسان المهدوي المهدوي أول ما تقعد الصبح قبل ما تذكر نفسه يعني طبيعة تقول اللهم عجل لوليك الفرج الدعاء للإمام صلوات الله عليه في السراء والضراء في الصلاة في الركوع في السجود خلينا حظ لذكر الإمام هي هذه النواعم نحن دائما نقول يا أخوان البيت البيت الهيكل ينبني بيومين ثلاثة أربع خمسة أيام كمي الهيكل فعلي حاجيني بالنواعم هذن القضايا التي بها يتفوق الشيعة المهدويون على أقرانهم فيكونوا من أصحاب نعم وأنصار صاحب الزوال صلوات الله عليه المخلصين وهذا أيضا المختصر مفيد أحسنتم كثيرا سماعة الشيخ طبعا لنزال في دور المرأة وإن كان تربوي أو العقائدي ودور المرأة اليوم يعني نحن نشوف المرأة ابتداءا يعني من ربة بيت وكذلك تربية الأطفال وما إلى ذلك انتهاءا بالمناصب القيادية والسيادية والسياسية في كل مرافق الدولة والحياة العامة تشارك المرأة وناقشتما الآن سماعة الشيخ الدور التربوي والعقائدي للمرأة وكيفية تربية أطفال على النهج المهدوي طيب سماعة الشيخ في زمن الظهور ما هو دور المرأة في دولة الإمام المهدي المنتظر صلى الله عليه وسلم الروايات الشريفة ذكرت يعني أدوارا للمرأة في أيام الظهور الشريف بمستوى من الكمال وأهم كمال طبعا هو الكمال العلمي بولاية أكل البيت صلى الله عليه صلى الله عليه مثلا من النساء من سيخرجهن الإمام الحجة بنفسه صلى الله عليه شوف تأكيد على حضور النساء لكن يا نساء قلنا بعد اللواتي شنوى عرفنا مقامات أهل البيت فهذه هدية من الله لهن أنه يحيين بيد الإمام الحجة لنصرته فالرجعة لا لا في ظهور الإمام كلام مو بالرجعة الكلام عند ظهور الحجة صلى الله عليه الرواية عن فضل عن الصادق صلى الله عليه قال سمعته أبو عبد الله يقول يكون مع القائم صلى الله عليه عجل الله فرجه ثلاثة عشر امرأة ثلاثة عشر امرأة قلت ما يصنع بهن هسا هاي جنب من الجنبات قال يداوين الجرحة ويقمنا على المرضى كما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قلت سيدي سميهن لي بعضهن يعني قال القنواء بنت رشيد الهجري وأم أيمن هاي خادمة الزهراء سوف شوف شوف الخدمة وين وصلت أم أيمن عفوا ابنت رشيد الهجري القنواء القنواء هذه المعروفة المروية عنها روت عن رشيد المنايا والبلايا لأن كان باب العلم نعم هي نفس هي معروفة القنواء بنت رشيد الهجري أو رشيد كما يقال وأم أيمن وحباب الوالبية هاي صاحبة الحصى من رسول الله قالت أريد علامة قال من يكون طبع خاتمه في الحصى في الحجر فهو إمام فتناولته الحجر فكان كالعجينة في يده وطبع الخاتم دخل داخل الحجر كما يختب في عجين لين هكذا حباب الوالبية وسمية أم عمار بن ياسر أول شهيدة في الإسلام أيضا وزبيدة وأم خالد الأحمسية وأم سعيدة حنفية وصباب الماشطة هاي ماشطة بيت فرعون اللي قتلها فرعون مع آسيا بيت مزاحم هذا أيضا تعود مع الحجة صلى الله عليه وسلم تعالى وأم خالد الجهنية الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم قال يجي إليه ثلاثمار ثلاثة عشر رجل من أنصاري منهم خمسون امرأة وهذه كانها قبل الإمام الباقر يقول إن المرأة في ظهور الحجة صلى الله عليه المرأة تقضي في بيتها في العلم ما رح يرسل تكون قاضية وهي وين في البيت في بيتها وتؤتون الحكمة في زمانه صلى الله عليه حتى أن المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواية أخرى عن إمام الصادق صلى الله عليه قال تحكم المرأة في بيتها على أساس كتاب الله وسنة نعم رسول الله صلى الله عليه وآله يعني شنو يعني يعني تستنبط احكام يعني تكون فقيهة المرأة هكذا يكون اه طبعا لما الامام يقول تقضي القضاء بين من اي ليس بين الناس طبعا فلما فاذا كلامها محجة شون يطهر الامام دور القضاء شوف الامضاء بين السطور هاي لابد ان تكون مؤيدة من قبل صاحب الزمان انها تقضي وعلى الناس ان يسمعوا شنوان كلامها وان يطيعوا حكمها وهذه رسالة لمن يقول ان الاسلام همش المرأة وظلم المرأة هو هذا الكلام تهبيش للاسلام هو هذا الكلام بنفسه هؤلاء ما ما فهموا يعني حقيقة الاسلام بالاكس الاسلام يعتبر المرأة جوهرة يحافظ عليها يحافظ عليها يعني انا اذكر حادثة هوي لطيفة من حادثة الاخوان يقول رأيت في اذكر في المانيا احباء المشاهدين بروفيسورة هاي بروفيسورة قالت لي انا انا قرأت عن اسلام وقرأت عن امير منين علي بنبي طالب والذي يستحق ان يكون بطلا واماما وخليفة بلا فصل بعد نبي الاسلام هو علي امير منين صلاة الله عليه فاة الان انا الان لم لم اصبح شيعية لحديث واحد عن امير منين أوقفني وهي المشكلة أن نفهم الحديث بكيف نفكرنا الغاطئ قلت له يا حديث قالت حديث أنه في النساء قال كونوا مع خيارهن على حذر جن إذا أنا ويا خيارهن على حذر جن ويا غيرهن إشلون فهذا المرة قالت أنه أمي قال كونوا مع خيارهن على حذر فقلت لها أولا الحذر نوعان مرة أنا أحذر من الشيء خوفا منه ومرة أحذر على الشيء خوفا عليه إذا عندك جوهرة بيدك تحذر عليها أو منها خوف عليها لأنها غالية فأمي موني يقول هاي المرأة المهدوية الطاهرة إذا تأخذوها كونوا معها على حذر تاذا راحت من يديكم ما تجبعت هذه نعمة خصها الله خصها لكم الله احذروا نفارا نعم فما كل شارج بمردوح استقوا النعمة بالشكر فإنها وحشية إن أجبرت لن تعود إليكم كما قال أمي موني صلى الله عليه فأيقول لما بينت له قالت أنا أريد أن أكون من شيعة علي بن أبي طالب وصارت من روفيسورة ألمانية شيعية ببركة أمير موني صلى الله عليه فعلينا أن نفهم نصوص أهل البيت لماذا هذا التغييب ولماذا هذا الحذف وما إلى ذلك وهذا شيء مما ذكرته الروايات في دور المرأة عند ظهور الحجة صلى الله عليه وسلامه تعالى علي رسالة مهمة من سماحة الشيخ وكلام وتوضيح ورائع جدا من جناب الشيخ لفهم أكثر معالم الإسلام لأن نلفت عناية أستاذ المشاهدين للتدقيق أكثر ودائما نعطي مصادر وكذلك نوضح أكثر فلا مجال نستمع أنه للشبهات وما يلقى في وسائل التواصل الاجتماعي أحسن أولاك المرجفين المنافق هذا الموجودين في كل زمان ومكان للأسف لكن نحن نشير ونوجه ونوضح معالم الإسلام قدر الإمكان وفي قدر الوقت ما نستطيع طيب سماحة الشيخ دائما القرآن والعطرة صنوان لا يفترقان وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقان حتى يردى عليه حول طيب يا ريت لو تذكرنا بعض الآيات التي ذكرت الإمام المهدي صلوات الله وسلام عليك صلوات الله وسلام عندما بعد وقت يعني حتى يكون باقينا أربع دقائق سماعة الشيخ أربع دقائق نعم يعني يلا الحمد لله رب العام دقيقة في صاحب الزمان يا أخوان تعادل الدنيا ولا آخر صلوات الله عليه الآية الأولى في سورة آل عمران نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الدرس ولو أسلم هذا استكمالا في الحلقة الماضية نوهتم أحسنتم يا ريت يعني إذا ما يكون عندنا وقت ولو في كل حلقة نذكر بعض من الآيات أحسنتم المعرفة المهدوية القرآنية نعم أحسنتم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون نحن المشكلة بكيفنا يعني البعض له يعني رب العالمي استمنوا قلك لا القرآن قال ولله نعم ولا راية قالت ليش يعني هذه ظلامة للقرآن ولا يفهم القرآن إلا عدله ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ عدله أهل البيت ترجمانه أهل البيت لا تفسر القرآن بكيفك أروي عن رفاع بن موسى قال سمعته أبا عبد الله يقول صلوات الله عليه إذا قام القائم صلوات الله عليه في تفسير هاي الآية وله أسلمه من ون من في السماوات شوف دولة الحجة في السماوات إذا دول الناس العادين تكون في الأرض وجزءا من الأرض أما دولة الحجة وين بعد قبل قليل يا صاحب الزمان قال إذا قام القائم صلوات الله عليه لا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادتي اللا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذن وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها منه هذا بقية الله الكنزل المنتظر صلوات الله الآية الثانية وهي لطيفة جدا أيضا في سورة الزمر الآية التاسعة بعد الستين وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُؤْرِ رَبِّهَا الله الرواية عن مفضل عن الصادق صلوات الله عليه قال رب الأرض إمام الأرض يعني القرآن بعض من قل له إمام رابي قم يرجف عليك يا فكلم القرآن نفسه تعمل كلمة الرب في غير المعصوم قال اذكرني عنده ربك يوسف ومن هو ربه الملك ولم يكن موحدا ولم يكن موحدا قطعا هسا حتى إذا موحدا لم يكن يؤمن بيوسف حتى ليش يعني تستكثرون هذا على أهل البيت صلوات الله عليه قال رب الأرض إمامها قلت فإذا خرج يكون ماذا هذه لطيفة جدا هذه الهدية قال إذن يستغن الناس عن ضوء الشمس ونور القمر هسا علماء جابوا عن هذا الاستغناء حباء الاستغناء مو يعني أن الشمس تعدم لا ولكن هذا الكلام نعم يكون له عدة توجيهات التوجيه الأول على السريع أنه إذا التعبير الأول يعتبر هذا تعبير مجازي يستغن الناس عن ضوء الشمس ونور القمر مجازي شلون لأنه يعبر عن الزمان الذي فيه الخيرات والمنفعة والوئام والمحبة الدينية والأخلاقية بأنه زمان مشرق يعبر هكذا عند العرب بهذا الوقت فهذا تعبير مجازي هذا الاحتمال أول احتمال الثاني لا بل هو تعبير نعم حقيقي ليش لأنه الأرض ومن فيها يحتاجون إلى نور الشمس وضع القمر لماذا؟ لعدة أسباب لتعقيم الهواء لتعقيم التربة كذلك للدفو لأن إنسان إذا غابت الشمس وزالت لعله يحصل البرد والصقيع والجليد فلا يستطيع الإنسان ولا الشجر أن يعيش كذلك مثلا التعقيم وما إلى ذلك هذه كلها عند ظهور الحجة المشاهدين سيستغني الناس عنها ببركة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه تعالى عليه فإذا ظهر الحجة هكذا يقول يستغني الناس عن ضوء الشمس اليوم الناس يحتاجون ضوء الشمس مد البحر والجزر الناس يحتاجون نور الشمس إلى ما ذكرتم من الخيرات هذه كلها كلها ستكون لا شيء أمام بركة ظهور الإمام الحجة حتى بعض الروايات يعني 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 رهيبة رهيبة بمعنى الكلمة أن الأشجار ستحمل في السنة مرتين الآن ضوء الشمس رح نستغني عنه نحن نحتاج إلى نور الشمس مو للأشجار التي تثمر الأشجار في السنة مرة واحدة أما عند ظهور الحجة ستثمر إلى أشجار في السنة مرتين فرح نستغني عن المرة الواحدة رح نيجوين إلى المرتين كذلك أنه القضية مو خاصة بالشمس والقمر بل المؤمن سيكون قوة قوة تعم أربعين رجلا حتى صوت المؤمن بريد بالروايات في ظهور الحجة عند قدرها من الصوت وصل صوتها بريد عن 22 كيلومتر البريد هو 22 كيلومتر هكذا من القوة هالي الروايات تتحدث أنه عن هالآيات وأشرقت الأرض بنور ربها أي بإمامها بقية الله والله يشرق أرواحنا ونفوسنا وقلوبنا وعقولنا وعيوننا بنوره في القريب العاجل ونكون جميعا من أنصاره إن شاء الله واللهم يقضى حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنين سوكم بالدعاء وحوائج بحق المولانا بقية الله صلى الله عليه اللهم أمين سمعت الشيخ جواد الإبراهيم شاكر لك على هذه المعلومات متفضل وجزاكم الله خير الجزاء وأنتم سادتي المشاهدين شاكر لكم كرما المتابع والمشاهدة ألتقيكم في الجمعة القادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيز حياة أبوة سلوى رجل فالسي الله أهلا اشتركوا في القناة